السلام عليكم ازايكم يا رب تكونوا بخير النهاردة هعمل فكرة بسيطة فكرة ديكور رمضاني لسه طبعا مكملين في سلسلة ديكورات رمضان اتمنى ان الديكور يكون سهل ويعجبكم دي كده قطعتين من الخشب طبعا ده كان برواز بس الصورة ما كانتش بتلزق فيه كويس وطبعا عجبني شكله لانه شكله حلوة قوي بجد فقلت كده ان انا استغله اعمل بيه ديكور كده ديكور رمضاني جبت طبعا السور دي تبعتها من على النت وتبعتها في اي مكتبة وبدأت كده ان انا اقص كده الصورة وبدأت ان انا افرغ الصورة التانية طبعا اشكال حسب لتحبيها دي طبعا اشكال رمضانية حلوة قوي بدأت كده ان انا اجيب كده قطعة الخشب دي اه وجبت كده ورنيش مائي ممكن طبعا تستدليه بالغيرة اه دهنت كده الورنيش على سطح القطعة الخشب دي وبعدين بحط الصورة وبحط عليها برضو ورنيش كده من اه من فوق الوش كده اه بس اهم حاجة ما سيفش فراغات يعني اتأكد ان هي لزقة كويس اه طبعا اللزق بالورنيش بيخليها كأنها مطبوعة اه ما بتحسيش خالص ان انتي لزقها طبعا غير اللزق بمسدس الشمع اه ده بيبقى النتيجة بتاعته احسن الورنيش او الغرة اه وطبعا انا مش هادهن الخشب ده لانه شكله حلو قوي فمش مستهل ادهنه وبردو هادهن الصورة التانية بنفس الطريقة كده هادهن الاول ورنيش اه من تحت الصورة وبعدين كمان من فوق الصورة ولازم اتأكد ان ما فيش فراغات تحت الصورة او هوا كده اه عشان تبقى لزقة كويس وتبقى كأنها مطبوعة مش ملزوقة بحاول كده ان انا افرغ الهوا ولزقها كويس وطبعا الورنيش مش بياخد وقت يعني بينشف بسرعة اه يعني حوالي كده ربع ساعة بتلاقي الصورة نشفت وبيبقى لونها شفاف اه بتبقى كأنها مطبوعة انا كده سبتها تنشف وده كده شكلها اه بجد كأنها مطبوعة والصورة تحفة جدا اه كأنها كده مطبوعة على الخشب اه بعدين كده بدأت اجيب دي كده قطعة من الخيط الخيش اه بدأت كده ان انا احطها في الفتحة دي وبدأت ان انا لزقه ممكن تربطيه اه وطبعا ممكن ما تحطيش الخيط ده يعني تبقى كده طبلغات عادية اه لكن كده لو حب ان هي تتعلق اه ممكن برضو تتعلق على التلاجة اه طبلغات كده صغيرة بيتبقى شكلها شيك قوي اه وكمان جبت كده الفرنشوت دي حسيتها تبقى ليقة كده لو حطيت بس كده على كده صغيرة حطيت بس فيها كده من فوق اه بجد شكلها حلوة قوي وكمان سهل وبسيط وما اخدش معنا وقت اه وفكرته بسيطة قوي وسهل قوي تقدر يتنفذيها وده كده شكل الطبلغات تقدر يتعلقيها على التلاجة او فقودة الاطفال دي كون رمضاني سهل قوي بسيط وكمان حلوة قوي وشيك اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون الطريقة سهلة اه وتكونوا استفدتوا ويريت لو عجبكم الفيديو متنسونش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد واسبكم في رعاية الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة